تبوأت النخلة منذ القدم مكانة هامة في المجتمعات الإنسانية بدأت معاناتها في مطلع عشرينيات القرن الماضي بسبب حشرة الدوباس التي أثرته بشكل مباشر على هذه الثروة الاقتصادية التي لم تجد اهتمام المعنيين بالتصدي لها للحفاظ على النخلة وثمارها هذه الحشرة إذا لم تكافحة بالنسبة بهذا الموسم ستكون تلقيس الحشرة مرة ثانية وما يفيدنا المكافحة فكأتحاد جمعيات فلاحية محافظة كربلاء قضاء المركز نحن ناشدنا كافة الوحدات الإدارية الموجودة ضمن المحافظة ومن المحافظة إلى آخر نقطة بالنسبة للوقاية وغير الوقاية الزراعة عدة مكانات ودينا كتب كأتحاد جمعيات فلاحية من أجل التخلص من هذه الحشرة لأن هذه الحشرة ضررها كبير على الفلاحين خاصة في محافظة كربلاء لأن محافظة كربلاء هي بؤرة الحشرة الدوباس في قضاء الحسيانية حشرة الدوباس المؤثرة على البساتين بصورة عامة والنخلة بصورة خاصة من خلالكم نطالب الديهات المسؤولة ذات العلاقة أنه يوجدون الحل المناسب لهذه الحشرة ونعتبرها هنا وباء بالنسبة لنا كمزارعين وكفلاحين نعتبرها وباء للبساتين الدوباس أشبه بالوباء الذي يمتص عصارة النبات ويفرز مادة عسلية تؤثر على الثمار وتسبب تلفه في الحالات القصوى الجمعية الفلاحية أعلنت أن كربلاء تأثرت بصورة كبيرة وعلى الجهات المعنية تدخلوا وحلوا هذه المشكلة بإرسال طائرات تحمل مبيدات حشرية لمعالجة الأمر بصورة عاجلة كنا نسدر برتغال ونوم حامض ونوم حلو كل هذا شعب للبساتين يشعل لبساتين شيئا كبير فلان ما يكون شيئا نهايا شجر كله يبس وما يكون محصولة وحنا نشتغل ونلبس شر كل شيء ما نستفاد ہیں ونحمد الله ونشكرا وريد الدولة سوين حل سوين نشارع نبقى على الوضعي هذه ما يصير ما يصير نبقى على الوضعي هذه الآن موجود هذا النخيل نخيل حتى نخيلات يبسن نخل واد شو يبسن من الدوباس طالب الحكومة العراقية ووزارة الزراعة بإرسال طائرات المكافحة الجوية والمكافحة الشاملة لحشرة الدوباس نعاني كل سنة كل سنة نطالب والناشد الحكومة بخصوص المكافحة الجوية لحشرة الدوباس هذه الحشرة بدأت تفتك بالنخيل والحمضيات والحشائش وكل ثروة الزراعية ولا نعلم ما هو عمل وزارة الزراعة ليش الحكومة العراقية هاجر الزراعة لسنا بدولة أوروبية تهتم بثرواتها وتعمل للحفاظ عليها إنما نحن في العراق نهمل زرعنا وندمر اقتصادنا سنة بعد أخرى لقناة التغيير الفضائي جاسم الهميمة كربلا